موسيقى وضعك في الصورة غايتها صلاح ما بيتفرجش على كاس العالم خالص ولا ايه؟ معرفش ده كان من كام يوم تشايفه منازل ستوري ماتش الطايرة طايرة سيدات اه يعني حتى مش اللعبة مش طايرة رجال حتى يعني مش لعبة شعبية باي شكل من الاشكال لا عنديش فكر يعني لو اخدها فكرة ان فترة تركيز لا لا هو فترة اعداد في دبي وماتشات اه يعني مثلا هو قاعد الماتش فرنسا وانجلترا شغال المغرب وبرتغال شغال ما بيتفتحش صناك ده؟ لا عنديش فكر بصراحة ما يعني ما سألتوش يعني اه ما سألتوش في الفترة دي ما تكلمناش شفت الانتقادات اللي وجهت ليه هو كده كده في ناس قاعدة بتنتقد بس تقول الحياة يعني اه انه ليه ما هنقش المغرب على بلوغ نصف النهائي من كاس العالم؟ مين اللي بينتقدوا؟ شفت اكتر من تغريدة لا هم بينتقدوش ليه الناس اللي ما بتسوطلوش في البالوندور ولا في اي استفتاء العرب كلهم بيدولوا صفر ما حدش بانتقد الناس اللي ساعد الاعلام المصري دير ضجعة مع رأسه خصوصا في اليوم الاخيرين اعلام محمد صلاح لانه قال لك بان المغاربة نزاعجوا منه لانه ما هنقهم لا نظر ان هذا الموضوع دير ضجعة في المغرب كيف لا يسوق الى الاعلام المصري يعني هذا الموضوع لا يدير ضجعة في المغرب حتى من الاعلام المغربي معمره فلا يسأل هذا الواحد وليس يجدروا واحد تغريدة يعني يرى المغاربة من زاعجين من محمد صلاح او لمقلقين من محمد صلاح هذه كانت تبقى تهنيئة فقط وكان يأتي خواة من الناس مرحبة بها ما جاءت معدناش اشكال يعني هذا الموضوع الذي طارحوا الاعلام المصري لا يسوق الى المغاربة لان المغاربة عايشين من نشوة الوصول الى نصف نهاية العالم عايشين في واحدة ستريس اصلا للمباهرات القادمة المنتخب الفرنسي والنشوة الانتصارات خلتنا ننسى المشاكل لانا الداخلية ما عدا مشكلة لمحمد صلاح مهنة اشو لهنة حتى مشاكل لانا الداخلية نزينا عادين تشفر علي راسي محمد صلاح لم نزعجين لمقلقين كنوا هانين اذا كان فقط يهمكم من رأي المغاربة فراه المغاربة ليست متحرك لهم ولكن لانتظر نرى الواجهة لاما فلا بما ان محمد صلاح تنسى في هذا الم marusi لانا انتظر نرى الاسم وانا الذي ستوقت نرى الواجهة لانا لا يكونو على مغاربة اخوتنا ومراحبة وكان نتظر بالمصريين والمشجعين والجماعيات المصرية ولكن الاعلام ضخم من المهم اذن حين انه في المغرب لا تروح لانا اخراج من الاعلام المغريبي وعندما ترجعوا الواجهة على ظهرنا فنجعلكم مع أهم التغريدات التي خرجتها في هذا الموضوع المحمد صالح والتي بدأها صحفي مغربي في قاناة الجزيرة السيابت الصمد ناصر وهو تغريدة عادية نتمنى أنه لا يكون زعمال للمانعك شيء خطير نتمنى أنه يكون شيء عادية يلي منعك أنك لا تهنأ المغرب فنجعلكم مع هذا الفيديو نتمنى أنكم تفعلوا معي بشكل كبير لا تنسوا الدعمونا بلايك ننسوا ما زال ما مشتركوا اشتركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما أهلا بكم كنا من كام يوم هنا سألنا السؤال هو فيه محمد صلاح بسألنا سؤال عادي جدا أول ناس سألت على محمد صلاح كنا احنا من حوالي يومين ثلاثة كده إنما اللي حصل النهاردة الموضوع كبر خناقة بقت كبيرة قوي خناقة ضخمة جدا على مواقع التواصل اجتماعي بسبب محمد صلاح والناس بدأت سابت كاس العالم واشتبكوا مع نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول إيه بقى الحكاية؟ وليه المصريين المغربة اختلفوا مع بعض الحكاية يا سيدي إن محمد صلاح ما عملش حاجة طب إزاي؟ أو الله الناس زعلانا عشان هو ساكت وما هناش منتخب المغرب فيه تأهله إيه لكاس العالم اللي عمله المغرب دلوقتي وكان من أبرز المنتقدين لصلاح هو الصحفي والإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر اللي كتب التغريدة دي كتب قال ولا تهنئة ولا كلمة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب بصراحة موقف غريب من لعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوما عن تشجيعه خير إن شاء الله يا محمد عسى المغربة مزع علوك في شيء إحنا كنا بعد نهاية ماتش المغرب كنا سألنا السؤال ده فين تهنئة محمد صلاح عبدالصمد ناصر كتب الكلام ده النهاردة ناس اعتبروا بعض المغربة إن إنجاز منتخبهم هو إنجاز العرب كله والأفرق أو إحنا بنعتبر ده على فكرة برضه واستغربوا من عدم اهتمام صلاح بإنجاز كبير زي ده زي ما كتب الشريف الإدريسي وكتب قال ساديو ماني شجع المغربة منذ البداية بينما صلاح لم يقم بأي دعم للإنجاز اللي حققه المغرب لصالح الكرة الإفريقية والعربية حيث فتح أبوابا كانت موسادة إلى الأمس في المقابل نحن ندير بالشكر والتقدير لمصر لأنها اصطفت معنا منذ البداية غير أن سلوك نجمة هيثير الاستغراب مش بس المغربة اللي انتقدوا صلاح بعض المصريين كمان انتقدوه زي حساب باسمه فؤاد اللي كتب وقال بالنص كده فؤاد شعب المصري بجميع عطياف وفقاته يهني وفرح مع منتخب المغرب إلا العاق هو وصفه محمد صلاح هو كتب كده فؤاد لكن المدرب العام السابق لمنتخب مصر كابتن ضياء السيد كان لي رأيه تاني خالص ولمح إيه السبب بإن صلاح زعلان من المغربة لأنه كابتن ضياء لمح بإن المغربة ما صوتتش لصلاح في جايزة اسمع البالون دور نسمح كده كابتن ضياء السيد بيقوليه شفت الانتقادات اللي وجهت لي وكده كده فيه ناس قاعدة بتنتقد بس سوال الحياة يعني نعم إنه ليه ما هنقش المغرب على بلوغ نصف النهائي من كاس العالم من اللي بيانتقدوا شفت أكتر من تغريدة هم بانتقدوش ليه الناس اللي ما بتسوطلوش في البالون دور ولا في أي استفتاء العرب كلهم بيدولو صفر ما حدش بانتقد الناس ليه ساعدة لا عادي يعني ما ياخدوهاش على صدرهم قوي يعني أو ميركزوش قوي على صلاح يعني ميركزوش على صلاح ده كان رد كابتن دي السيد اللي لمح بأنه يعني ما تزعلوش قوي أنتو مدتوش له صلاح حاجة في التصويت بتاع أحسن لعب في العالم اللي خادها كريم بنزينة أو مش بس بنزينة ده في الاستفتاءات التانية مدتوش له صلاح عايز يقول طبيعي يعني صلاح يعني ما يهنيش ناس تانية شافت أني سبب عدم تهنيئة صلاح للمغرب هو حالته النفسية السيئة عشان ما قدرش يصعد لكاس العالم وده آخر كاس عالم كان ممكن يشارك فيه صلاح زي اللي قالته الإعلامية راشا نبيل راشا قالت من يتساءل أو يهاجم صلاح لعدم التفاعل مع المنتخبات العربية اللي شاركت أو حققت نتائج جيدة أعتقد وهذا تصور وليس معلومة صلاح يعاني من إحباط وخيمة أمل قد تكون وصلت لحد الاكتئاب وهذه الألام النفسية صعبة لا يعرفها إلا من عاشها سواء لأن حظه كان سيان أو حالة الظروف بينه وبين أحلامه بالمناسبة أنا مش شاكر على فكرة أن صلاح هنى المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين يمكن هنى أنا ما شفتش ولا شفته هنى المنتخب التنسي بفوزه على فرنسا أنا ما شفتش قد يكون بس ما هناش يعني مش الموضوع المغرب بس عشان أخواننا في المغرب ما يزعلوش صلاح لهنى السعودية بفوزه على الأرجنتين ولا تونس بفوزه على فرنسا لكن الحقيقة ربما يكون فيه أفواره في الموضوع والهجوم على صلاح ربما يكون مبالغ فيه وده اللي أشار إليه الصحة في وائل أنديل فكتب وائل أنديل يقول محمد صلاح لم يكتب تهناء المنتخب المغرب إذا محمد صلاح ليعب العرب محمد صلاح ليست فاكر العرب هيا بنا نلعن محمد صلاح ونهيل التراب على مسيرته ما هذا المنطق المؤرف ما أنت كنت ماشي كويس يا عم وائل يعني ليه المؤرف ليه تتهم اللي بيختلف معاك في الرأي بأنه مؤرف دي مشكلة يعني أنت كان ممكن تمشي لحد ما هذا المنطق بس إنما ليه وصفت اللي ضدك في الرأي بأنه مؤرف كمان البعض قال أن صلاح مش طرف في لعبة القوميات زي ما كتب مصطفى الأنصار اللي قال محمد صلاح لعيب محترف مش طرف في لعبة القوميات وعمرك ما هتلاقي العيب محترف دنماركي بيحتفل بانتصار الفريق السويدي مثلا لكن بكل تأكيد أغلب العرب وكتير من أفاقرة مبسوطين بإنجاز المغرب أموان خليكم في البطولة بلاش ادخالوا الأمور في بعض كلام منطقي وكلام معقول ومش شرط إن صلاح يكره المغرب أو بيكره السعودية أو بيكره تونس عشان ما هنهمشوا كلهم بالفوز حاجة زي كده أشار إليها الناشط القطري ناصر الملكي اللي كتب وقال محمد صراح ليس بالضرورة أن ينافق أو يجامل أو يصدع كبعض المتاونين وكل وله توجه ورأي وقناعات ولا يجب علينا أن نطلب من الآخرين أو نطلب من الآخرين أن نجبرهم أن يتطبعوا بسلوكنا ويطبقوا ما نريده نحن وليس شرطا بأن من لم يهنئ المغرب يكون متحاملا أو كارها للمغرب كلام معقول بس يبدو أن صلاح مش مهتم بكاس العالم كله مش بس حكاية المغرب لأنه لم يهنئ قطر على الافتاح الكويس لم يهنئ السعودية على إنجازها الخطير قدام الأرجنتين لم يهنئ تونس بإنجازها على فرنسا لما الراجل كان في حتة تانية لأنه من خلال أيام اللي فاتت ظهر ستوري نشره صلاح وقت المباريات دي وهو بيتفرج على مباراة كرة طايرة سيدات بين الأهل والزمالك صلاح قعد أكتر من ساعتين في المركز ده طبخ ورسم ولقاب كرة وده كان لفتة منه رائعة لكن الصحفي سليم عزوز اعتبر أن صلاح مش بيحسن التصرف في مواقف كتيرة فكتب يرد على الإعلام المغربي عبدالناصر عبدالصامد ناصر وقال له يعني العالم العربي والعالم الإسلامي بيعتبرون انتصار منتخب المغرب انتصار لهم وانت سايف دول كلهم ومركز في محمد صلاح محمد صلاح لا يعرف أين يضع قدمه راح يعز في الملكة باعتبارها كبيرة العائلة عمل نفسه مشكلة معنا دي الراجل أبسط من كده سيد سليم عزوز عايز يقول أن صلاح يعني ماش بيحسب خطواته إنما ماشي بالبركة أنا مش معلو سيد سليم عزوز خالص لأن محمد صلاح ماش فرض محمد صلاح وراه مؤسسات كبيرة بتديره مؤسسات في إعلامية مؤسسات في السوشيال ميديا المؤسسات دي بتدير محمد صلاح محمد صلاح ماضي عقل مع أكبر شركة ملابس رياضية في العالم هي قديدس والشركة دي ما بتهزرش مع محمد صلاح يعني والشركة دي هي اللي عاملة أغلب التشيرتات أو الملابس الرياضية لكتير من المنتخبات منهم المنتخب الأرجنتيني اللي بيلعب دلوال أو اللاعب من شوية محمد صلاح ما عادش لعب كده في أبو حمص بيلعب مع نفسه يروح يعزي في حد غلط أو يروح يقعد في فرح غلط أو يقعد على قهوة غلط محمد صلاح ماشي برشدته يا كابتن سليم وبالتالي هو عارف بيعمل إيه فهل يا ترى في سبب لمحمد صلاح يخليه ما يهنيش قطر بالافتتاح العظيم لكاس العالم في سبب يخليه ما يهنيش السعودية بفوزة على الأرجنتين فيه سبب يخليه يتجاهل تونس بفوزة على فرنسا فيه سبب يخليه يتجاهل المغرب بعد ما حققت إنجازات في فوزة على أسبانيا والبرتغال وغيره ووصولها للدور ده هل هناك سبب هل فعلا عدم تصويت العرب لمحمد صلاح خل محمد صلاح يعمل كل ده ما عرفش إنما الأيام هتكشف لنا يوما ما ليه محمد صلاح مشاركش في كل ده حتى الآن الله أعلم يمكن كمان بكرة تفوز المغرب إن شاء الله ومحمد صلاح يعنيه قد يكون كان ده هو الفيديو دي اليوم أخليوا لي الرأي ديكم في التعليقات ونبخلوش عليها بالرأي دي لكم ناسي ما زال ما يشتركوا معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دينا دائما شكرا لأي واحد دائما ومحشا ودينا كيف العادة نشوفوا في فيديو جديد دائما مغرب اشتركوا في القناة